اما اللي غلطوا مايه ما غير شعوفين كانوا حشكا من اللي مايه بحال بحال ما كندنش الفروق ماكيبقاوش فيه واشا الخوط فرجة ممتعة ولكن قبل كنقتالح لكم انكم تدخلوا القناة ديالي الثاني الخاصة بالبودكاست واللي غاد يلقاو الرابي دياله في صندوق الوصف اول تعليق ويسأل بالبالا كلها دبنا موصيكم ديرانا لايك كومنتر زون بداو قصة ديالنا مع واحد البنت ما عندهاش ثقة في الجسم دياله وفي راسها وكان اسمي تاريني سيبشر اول مرة الاصال باش تبتل من الجسم ديالها وفي وصلات المكتب الى استقبالات باش تاخد الحوايج باش غاد يتريني غاد يتنقص منصوص ديالها ويتش حيث كانت عشمارة من المقاس ديال الحوايج اللي كتل بس ولك الموظفات دير الاستقبال غاد تغوط من الجهده وغاد تعيط الواحد صديق دياله باش يجيب لي الحوايج XXL وانا ريني غاد يتحشم بزاف وغاد يتبقى تخبف وجهها وفاش مشات الفيسين باش تبتل حوايجها غاد يتشوف حد البن سميتها مالوري واللي غاد يكون الجسم دياله وشكل ديالها زوين بزاف مقارنة معها وغاد يتفاجأ ريني فاش غاد يتعرف باللي مالوري هذا اول نهار عندها فلاصال وممزيقاش باللي هاد اول جسم ديالها الطبيعي وغاد يكون الجسم ديال مالوري ما عاجبهاش وطايا ما عندهاش تيقاف راسها ومن بعد ريني غاد يتبقى الصالة التمارين واللي فيها بزاف ديال البيكالات ديال الكارديو غاد يتركب ريني تياله واحد البيكالة ولكن شوية غاد يترسج وهذا الشي بسبب الحجم دياله الكبير وغاد يتقطع دياله السروار وصدقها عن الناس وغاد يتخرج ريني وهي رجليات يضروها وكتحاول تغطي تقطيع ديال السروار التي تعرضت لها في الهصال وكتكون ديال ريني عامره بالماكياج والمستحضارات ديال الجميل وكتستكم استحضارات من الشركة ديال ليكلير وعندها بزاف ديال تساوى ديال العائلة ديال ليكلير معنا نلقى في الدار ومن بعد ريني غاد يتحاول تطبق واحد الفيديو ديال اليوتيوب باش تصرح شعرها ولكن غاد يتحرق راسها وفي الاخر غاد يتخرج النتيجة ماشي بحالي في الفيديو واحد نهار غاد يبشيل واحد المحل للحواج وغاد يتلقى واحد شوت ديال جين حجبها بالساف ولكن غاد يجي عند الموظفة وغاد يتقول يا بلي القياس ديال كيان غير في الاونلاين وباللي في المحل ماكيش القياس الكبير وغاد يتحشم ريني وغاد يشفي السوبر ماركت وتما غاد يشوفه واحد البيبي وغاد يخاف منه وغاد يبقى كيبكي ومن بعد غاد يبشيل تلقى فيه و جين صحبتها وباللين غاد يترجع بحالها للطار وغاد يدخلات غاد يتسقى كتبت ديال حواجة قبالت المراعية وكتطل على الجسم دياله اللي مكانش عاجبها وغاد تكون حزينة بزاف وغاد تبكي وغاد يتلقى ريني غاد يبشيل خدمتها واللي غاد يكون فيه هذا البيت الصغير وتابع الشركة ديال كلير وغاد يكون مايس زميلة خدمتها في الاونلاين وما غاد يكون عاجبها الخدمة ومحامس تلك الطريقة باش عايش وغاد يتكون ريني مخلقها بزاف حتى يجبزو بيوم خدمين في هذه الغرفة ومن المفروض كان يخدموا في المقر الرئيسي ديال الشركة وبالنين غاد ترجع نيل الدر ديالها وغاد يتسوق المكياج لغانية أصحاباتها وهذا شي حديث تلك المكياج كانت تأخذ فابور من الشركة اللي خدمتها فيها وهذا قد تفرج على المواقع ديال الشركات اللي كانت نافل الشركة ديالهم وكتشوف بلي جايبين واحد العريضة يشكل ديالهم زوين بزاف وهذه تحس باللي ماكينت شي منافسة أو مقارنة بين الشركات والشركة اللي خدمت بها وغاد يتقويني أصحاباتها باللي شكل اللي البنت هو اهم حاجة وبالي البنت اللي كانت زوينة وصورة خائبة سيجيب لايكات في السوشيال ميديا ولكن اللي كانت البنت خائبة وصورة فلاسة زوينة فما سيجيب لايكات هنا جين ستقول لها باللي من المفروض لا يدوش في الأعراء واللايكات دي الناس وسيتخلص حباتها تصوروا مع بعضياتهم وسيتصوروا في الانترنت والي غيريني سيبشي الخدمة وسيتلقى ميصن بحية سرواله وسيقول لها باللي خواه على راسه وحط الصلصة وقياق البيتزا وسيتقول لها بالسيرفر دي الشركة الطايح وباللي ما عارفه كيف يخدمه ريني غادي تقلق بالزاف حيث كان خاصت صفت واحد الاميلات قبل 11 ومايصن غادي تقول لها باللي روج جد الاميلات وخاصت صفتهم بيتزا والتي تكريني خايفة بشي الشركة وسط العريضات اللي كانوا زوينت عليها وهاتش حتيش عارفة بلي البستية لهم تم غير المركات الغالية ولكن مايصن غادي يشجعها وغادي يخليها تمشي من بعد ريني غادي تخسامت على راسه وغادي تبشي الشركة وغادي تلعف سانسور المركز الاستقبال وغادي تسطي التقارير لذلك الموظفة اللي تمه وغادي ترد البال افريل لكلير لعندها أسهم كبير في الشركة وغادي تسطر مع الموظفة وغادي تقول لها بلي عندك الزر حيث اشخدان وفاد البست ولكن غادي تفاجأ مني غادي تقول لها الموظفة بلي هي مش معينة رسمية هنايا وبلي هي غير مؤقتة على من الشركة تلقاش الموظفة جديدة وغادي تكون أفريف واحد الاجتماع مع الأم ديالها وغادي تكون كين واحد المشكل في الانطلاق دي الواحد مجموعة جديدة من المستحضرات ديال الجميل وغادي تكون الليلة مع الصبع من البنتها والموظفات وغادي تشيحيتش ممراقبينش لخدمة ديالهم زيان وغادي تشيحيتش الأسعار ممناسبة للسوق والعرض والطالب أما ريني غادي ترجع لخدمتها وغادي تفتح الباسة وغادي تشيح شروط القبول ديال الموظفة في الشركة اللي خدمت فيها وغادي تلقى قاعدك شروط ديال الموظفة اللي في الاستقبال كينة فيها تاهية وغادي توصل ديال البنت اللي فيه الشرط هو أن العارضة اللي تمها خاص يكون شكل ديالها زوين وتكون لائقة بالناس وغادي تتعصب وغادي تشد الباسة ومن بعد الخدمة ريني غادي تشيحي بشي حواجم السوبر ماركت للدار وثم بصدفة غادي تلقى مالوري وغادي ترد البال باللي رجالك يحاولوا يتعرفوا عليها ويأخذوا الرقم ديال التليفون ديالها وغادي تقول لها ريني بلية تتحقد عليها وغادي تشيحي تش عمرها كامل تشير عجل ما جاستم فيها وما عمرها ما خرجت في شي موعد غرامي مع شي واحد وغادي تحاول تجرب الراحة النفسية اللي كانت غادي تكون فيها إلا كانت شكل ديالها زوين وغادي تفرج لواحد الفيلم ديال واحد طفل كي يطلب واحد الأمنية وكتتحقق ليه وغادي يجيها الإلهام ديال الفيلم وغادي تخرج لبرة وسط الشتاء وغادي تشير واحد النفورة وغادي ترمي واحد العملة معدنية وغادي تطلب أمنية باش تكون هي أجمل بنت في العالم ولكن فاش فتحات الملايا غادي تحبط بزاف وغادي تلقى ما تبدلتا شي حاجة بشكل ديالها وغادي ترجع للدار ويحزينة وغادي تلقى في السباح غادي تبشريني للأصال وغادي تشوف المدربة جديدة ويكتحفز قاع البنات باش يبدلوا أقصى جهد عندهم وغادي تشير بشكل ديال بالزربة ويكونوا واحد طاقة وكتقول لهم بللي هما كينين نفض لأصال باش يحقوا المعجزات ويغيروا الشكل ديالهم الشكل اللي يباغيين اناريني غادي تحمس بزاف وغادي تبقى كتب يدرب واحد سرعة خيالية حتى غادي تزعكليها رجليها وغادي تطيح في الأرض وغادي تربرها صعب على رويضة ديال بيكالا اللي حداها ومن بعد ما فقدت الوعي واحد شوية وغادي تفيق في الفيستيان وغادي تطيحها لمدربة شوية دلمة باش تشرب وفاشريني الزوات القرعه الفوق غادي تستغرب من الشكل ديال يديها وغادي تشوف رجليها والجسم دياله في الملايه وغادي يعجبها الحال ومن أحطاء الصدمة غادي تهيئ لها بلي ولا الشكل ديالها راشيق وزوين وغادي تكون مدربة مستغربة من تصرفات دياله وما عارفة شو نوقع عليها وغادي تخرجيني باللاصال ويا فرحانة وكتغوث وغادي تصحب ليهبل الأمني اللي تمنات البارح تحقات ومدك ساوية كتلبس غير الحوايج القصيرة وغادي تكون واحد العارضة ديالأزياء في الشارع باللي يوم يبزوج بيوم واحد عطين حيتش الجسم ديالهم كيسمح ليوم يلبسوا هذا الحوايج وغادي تزريني حدا واحد البناية في الشارع واحد غادي يصفر لصاحبه باش يجيب ليه السلعة وغادي تكون فرحانة حيتش أول مرة غادي تسمع شو واحد كيحاول يهضر معاه ومن بعد غادي تبشي المقر ديال الشركة دياللي كليل الرئيسي وغادي تتعطي السيفي الموظفة ديال الاستقبال للمؤقتها وغادي تقدم ذاك الوظيفة بكل التقيقة وبالليل غادي تبشي البار وغادي تلاقي صاحبتها سنبا وغادي تحاول تفاجئها وتشوف واش غادي تعرفها بشكل جديد ولا لا ولكن صاحبتها سيستغربون التصرفات ديالها ولكن ما بغاوش يستموها بيقولوا لها بالشكل ديال لكن ما هو ما متبتل فيه تشي حاجة ولغا تليريني سيشيل مصبانة وغادي تلبسوا حد الحوايش عريانين باش تبيه الفورما ديالها وغادي تصل بميسا وغادي تقول لي بليرها عيانة بزاف وما غادي تقدر جيل الخدمة هاد النهار وغادي يكون مراها واحد دراج اسمي تو ايثن وغادي يسوقها الرقم لغة السلها دياله شهر هو ولكن هي غادي يسلبه فيها بالأخفى على الرقم لغة التلفون ديالها وغادي تضطيه التلفون دياله وغادي تبادلوا النوامل وغادي يكون ايثن ما فهمتها شي حاجة من بعد ريني غادي يتحطي أصحاباتها في حد القهوة وثما غادي تطلقوا على تصور ديالهم باش يشوفوا شهر من اللايك جابه ولكريني غادي تقول لهم بالليا تصور تصوراتهم قبل ما تكون زوينة واتشي علاش مواخدين حتى شي لايك واتكونوا صحابتها مستغربين بزاف من الهضرات ديالها وغادي يزيدوا استغربوا مليكتلهم ريني باللي خاصة تصور بالشكل ديالها جديد لغادي ريني غادي بشي الشركة ديال ليكلير واتسعي يطلعها السكرتيرا باش تدير معها المقابلة ولكن السكرتيرا غادي تشوفيها بوحد تشوفها خايبة واتتكون مستغربة كيفاش متقدمة لها الوظيفة ويبها تشكل واتتبشي ريني تدير المقابلة واتتلقى باللقاء لأفري بنفسها دياله دك الإجتماع واتكونوا صغربين من شكل ديالها في الول ولكن تعجبهم ثيقة في نفس ديالها وستشوفها ويكاث تتربحة إلا هي ملكة الجمال أنا أفري وستشوفها بإعجاب ويتعينها في دك البوست وسأتخذ ريني السانسور وهي كالطير بالفرحة ولغادي ريني ستبشر أول نهار في الخدمة ديالها جديدة في الشركة وسأتكون لابسة حوايج قسيرة وخال كنغليد بزاش و ستكون تمشى وسط الشركة بكل الثيقة و في الوقت هذه الخدمة ستتخل واحد الكليانة و ستستغرب من شكل ريني و سيسحب ليها بلية في البلاسة الغالطة و لكن من اللي كانت راجعة ستكون عندها ريني و ستقنعها و ستكون تتعامل معها بكل الثيقة في النفس هنا سيأتي الاخ دي الافري و ستستغرب من تصرفات ريني و ستعجبوا الثيقة في النفس ديالها من بعد شوية ريني ستتخلوا غرفة الاجتماعات و ستقدم لهم المشروبات و لكن على غفلها ستتح في الأرض و ستطيح واحد العلبة ديال الماكياج ستنزل تحت الطابلة و ستققى كتجمع ذلك الشيء و ستكون لهم بلية ما لقيت الشيتات ديال الماكياج أنا آفري ستتنمر عليها و قد لها إذا كنت عارفة الشركة اللي خدمتها فيها ف ستكوني عارفة بلية ما كان قدموا الشيتات ديال الماكياج أنا ريني ستكون لها باللبنات الأغنياء سيكون عندهم بزاف ديال فورشات ديال الماكياج الغاليين و لكن البنات ديال الطبقة المتوسطة يخصون شيتات ديالهم و ستكون لهم الماكياج ديالهم في المراياس ديال الطموبيلات و الحمامات و إذا داروه بسبعانوك الماكياج ما سيكون جايزوين و هكذا الشيء واحدة من الفئة المتوسطة ما ستنزل الماكياج ديالهم أنا آفري ستتنباهر من الطريقة ديال التفكير ديال ريني و ستكون معجبة بيها و بعد الخدمة ريني ستبشل الدار و ستبقى واقفة المرايا و سيكون عاجبها الشكل الجديد اللي كانت تتوقعه هي و ستتصل مع ايثن و عرضت عليه بشي تعشيه على بره و لكن ايثن أصلا سيكون بصح النمرة دياله و مقاش عقل عليها و لكن ستتليها خاطرها و سيوافق و سيخرجوا لها بلي و ستعرفوا على بعضياتهم و واحد النهار ريني ستكون في الخدمة و ستكون كتاكل واحد الأكل غير صحي و ستدخل عليها آفري و ستكون لها بمحتاجها في واحد المدينة اسميتها بوستون و ستكون لها بعض العرض الترويجي لمنتج جديد ديال الشركة ريني ستتفاجأ و ستتوافق و ستتعرف عليها آفري لاشعب و ستكون لها ممكن جيب الصديق ديالك و بعد الخدمها ريني ستتلقى ايثن و سيكون لها خارج من الاصال ديال الزومبا هنا ريني ستتنمر عليه و ستقول لي بلي هذه الرئياتة غير ديال اللي بنات و من بعد ستكسو بشيبهم في حجردة و سيبقى يحضروا مع بعضياتهم و سيقول لها ايثن بلي هو ماشي متالي بحالها و بلي هي طيقة بزاف راسها العكس دياله هو و سيبقى يقول لي علاقاء الحوايج الزوينين اللي فيها و ريني ستتعجبها بزاف الهضرة دياله و سيرتابطه لغتلي ريني ستتبشي يوقيت الوحد المطعم فاخر في الصالة ديال الرجال الأعمال و سيقلصه مع ايفري والعائلة ديالها و ستتعجبها ايفري حيث كانت واطقة من راسها و ستقول لي بلي كانت تتمنى ان بنتها ايفري تكونت هي عندها نفس الشخصية ديالك و ستقول لي لي مسفائلة بزاف بريني و ستشوف العرض ديالهم جديد ديال الشركة و لغتلي ريني ستتشي مع صحاباتها الوحد البار غالي و سيكون فيها واحد القسم في ايفري خاص بالعارضات ديال الأزياء ولكن السيكريدي لم يسمح ليها تدخل بسبب شكل دياله و شكل ديال صحاباتها و سيكون صغير في الطبالي العاديين و فاشريني ستكون قاسة و ستردل بال صحاباتها العارضات ديزين في اي بي و سيسمح في صحاباتها بحدهم و سيبشل عندهم و ستقى قاسة مع العارضات بالطبالات في الفي اي بي و صحاباتها سيجيوهم في اهانة من هالتصرف و ستدوز ليام و ريني ستتصحب مع العارضات و ستدوز معهم جاء على وقت ديالها و ستنسى صحاباتها القدام العاديين احتفى خدمات سيتقاك التعامل مع الزبائن على حسب الشكل سيتغيّل أخلاق دياله و سيتغيّل أخلاق دياله و سيتغيّل مغرورة بثاف و بالليل سيتشفل واحد لبار مع أصحاباتها القدام ولكن سيتحرجوا انقبالة واحد الشباب كانوا يحاولوا يتعرفوا عليهم سيتحشم أصحاباتها و سيتقلّقوا بثاف من ذلك ما قالت سيتجينها اللي سيتسافر في هريني لمدينة بوستن سيتلقى في الطيارة الخاصة ديال الشركة ثم سيتلقى أفري عيّنة بثاف من الخدمة و سيتفشأها أفري و سيتعينها نائبة الرئيسة ديال المستحدة رأس ديال الجميل جديدة سيتلقى الأخ الأفري سيتلتها في الطيارة و سيتشيرها بشكل عنده و سيتقول لها بلغته ما ردّاش له الباله و ما حارفهش بالليمسافر معاهم من بعد ريني سيتصل إلى دينة بوستن و سيتخلّوه طيل سيتقى كاتريني في الغرفة دياله على الخطاب اللي سيتقوله سيتلقى عليها الأخ الأفري و سيتقول لها بلغته معجب بها بالساف و سيتحاول تقرب منها ولكن سيتصوني عليها إيتن فاضل و سيتفت لها ميساج و سيتحس بالدنب حتى كانت تحاول تخونه و سيتخلّو الأخ الأفري و سيتدعليه الباب و سيتدخل الحمام و سيتقى تشوف رأسها في المراية و سيتقى تلوه مراسة حتى تشتغيرها الشخصيات لها الأسوأ و سيتقى تصور رأسها في المرايش كونتية و سيتكون معصبة كثيرا من هذه الحركات التي لا تقوم بها سيتصل بها جراند و سيتقول لها بلغته معجب بها ولكنها لا تنتبه لبابها و سيتخل فيها و سيتفقد لوعي و في الشفاقة سيتلقى رأسها ضربات رأسها و دمياتك تسيله و سيتلقى رأسها تعطلت كثيرا على العرض و سيتنزل الصالة الرئيسية في الفندق و سيتلقى مايسون كيتسناها و سيتقول لها بلغته يسيل لك من رأسك و سيتقى بلغته في العرض كعامل تقني سيتسوله و سيتقول لها و سيتعرفني بشكل ديالي بش حال هذه و سيتقول لها اه سيتفقد رأسك أخيرا ما هذا الوهم الذي كنت عيش فيه سيتش الملايب يتأكد بشكل ديالها سيتعصب بثبت من القاتب اللي رأسها ما تبدو فيها تشي حاجة و سيتقى كتبكي سيتكون مايسون مستغرب من تصرفات دياله و ما فهمت شي حاجة و سيتش أصلا شكل دياله ما تغيرش بالنسبة ليه أما هي سيتفقدت عدد دياله في رأسها سيتعطي الايباد الميسون و طلبت منه بشي تضيه العرض واللي كان فيه الخطاب اللي كانت غادي تقول سيتسافريني لمدينة يلاوية حزينة بثبكي سيتخل الدار و فيما كنتشوف رأسها في المراية كتحس بالكآبة سيتفيق و سيتقرار سنعسات بالعياء سيتقابل لأيفريت تصلت بها بثبت ديال المرات و خلات لها واحد الميساج و كانت لها بلي محتاجة في واحد العرض ترويجي كبار من هذا سيتفتح البيسي و سيتلقى ايتن تصل بها سيتجاوب بالغلط على ابل فيديو سيتخبط على الطابلة لكي لا يشوفها سيتقول لها ايتن بلي بغي يخرج معها نهار السبت في واحد الموعيد غرامي ولكن ريني سيتكذب عليه و سيتقول ليه بالعيانة و سيتسد عليه البيسي سيتكون ريني مكتئبة بثاف و تشرب شراب و تولي سكرانة كله نهار سيتفشي عن صحاباتها القدام لكي تقلس معهم و تبدل جو ولكن سيترفضوا و سيتجربوا عليها و سيتشي بسبب مالذي اللي قمت بهم و سيتسمحوا عليها و سيتأتي نهار السبت و سيتشي ريلا الى المطعم و بالصدفة سيتجب ايتن تمتها و سيتحاول تخبع منه و سيتلاحظ بأنها تمتها و سيتحول وتقلس حدها و سيتقول لي ليه ليه أن الشخص المناسب له و سيتشيب لها حسن منها و سيتجبه بوحده و سيتمشي وبسبب الاكتئاب ريني سيتفكر بشي ترجع اللاصال مرة أخرى و سيتحاول الطاح و سيقرر تشاهد راسة ذوينة كمشحل هذه سوف تحاول نفس الطريقة ولكن هذه المرة موقع أولو سوف تحاول الفيستيان سوف تلقى مالوري بحثها وكتبكي سوف تحاول الحبيب سوف نفصل عليها سوف تقول لي كيف بنت زوينة بحالك وعند فورما زوينة بحالك سوف نفصل عليها حبيبها سوف تجعل مالوري تحس بتحسن وسوف تتقيق في رأسها سوف تتعرف بالمالوري حتى السيبي ديلا في شركة ديالي كلير لكي تكون عارضة في العرض الترويجي جديد ديالهم سوف تنكرني في الحوايج ديال عمان نظافة سوف تدخل الشركة وسوف تشوف الموظفة ديال الاستقبال الجديدة سوف تقول لي من المفروض أنهم يجيبوا واحد العارضة يكون شكل ديالها عادي سوف تشوف البنات يحسوا بلي المنتج فيهم ومشي العارضات أن الموظفة سوف تتنمر عليها سوف تقول لي هكا تقصد شي واحدة بحال ريني سوف تفكرني وسوف تقرر بلي يلي ديال العرض سوف تصل بصحابتها باش يمشيوا معها للعرض سوف يكون هذا هو آخر طلب لهم سوف تدخلها ميسا سوف تتفق معها باش يبسطي واحد الفيديو في العرض سوف يأتي العرض و سوف تقول ايفري واحد الخيطاب ولكن على غفلة الميكرو سوف يتخسر سوف تحاول تدخل في واحد العرض شويقي ولكن ما شافت بلي هكا رهزاج و سوف تدخل فيه و سوف تولي محرجة وسط الناس سوف تطور مورزاج و سوف تدخل من الباب الرئيسية سوف تقاك تهتر و سوف يعملها ميسا باش تدخل العرض سوف تصويرها قبل الحادثة و من بعد الحادثة سوف تقول لهم بلعجوش تصاور مختلفين تماما ولكن الحضور كلهم سوف يستغربوا و اشي حتى لا تبدل تشي حاشة في تصاور انا ريني سوف تطور و تعرف بلعجوش كامل كانت غير كي يتهيئ لها سوف تشي معجزة موقعات سوف تجيب تصاور دي ابنات عاديين و سحباتها سوف تقول لهم بلعجوش بالضروري يكونوا في الجمال دي العارضات لكي يحسسوا بالريضة على رأسهم و خاصهم يتقوا فراسهم و كل بنت عندها الجمال خاص بها و إلا ما كانوا تقيقين فراسهم فما عندهم ما يدروا بذلك الجمال و ما سوف ينفعهم بشي حاجة سوف ينبقى الجمهور بذلك الخطاب و سوف يصفقون لها سوف تفرح افري بساف ذلك الهدران اللي قالت و بعد ريني سوف يبشي الضار دي الايثن و سوف يتصالح معاه سوف يرجعوا لبعضياتهم و شيء من بعد المكاتلوب اللي كانت يشوفها أجمل وحدة في الوقت اللي كانت إياك حاسب رأسها بلي كئيبة و حزينة و بعد ترجع ليني اللعصال و بعد ترجع لها اتقاف رأسك ما كانتش حال هذي كانت هذه نهاية القصة كان معكم خوكم سين فليكس تالاو